اشتركوا في القناة وهي الحلقة الثانية من برنامج صحيح الامام البخاري هذا البرنامج الذي نتناول فيه مع بعضنا الاحاديث الجميلة الرائعة العظيمة التي وردت في صحيح الامام البخاري واعلق عليها تعليقات جدا خفيفة وبسيطة جدا 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 لانني انا اريد ويعني معاكم وفي معيتكم اننا نستمتع بسماع الاحاديث الصافية النقية حتى يعني اجعل كلامي او تعليقاتي جدا خفيفة حديث انس ابن مالك يرويه عن معاذ رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار رواه البخاري اعيد الحديث مهم حديث انس ابن مالك يرويه عن معاذ ابن جبر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الان ورددوا معي حبايبي لا اله الا الله محمد رسول الله نشهد بها ونقر بها ونعترف بها صدقا من قلوبنا يا الله حبا من قلوبنا يا الله عبادة لك يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه نابع من القلب مخلوطة بالحب ممتزجة بالعشق ممتزجة بالحب الكبير للرب الرحيم إلا حرمه الله على النار ومن حرم على النار يا حبايبي فمصيره الجنة نعم حديث أبي يريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري والحديث الآخر حديث عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير رواه البخاري الحياء خلق عظيم سلوك عظيم تصرفات راقية تصرفات كبيرة تصرفات جميلة تصرفات محبوبة يحبها الناس يحبها الكبير يحبها الصغير يحبها الرجل تحبها المرأة يحبه الولد تحبه البنت يحبه الأب يحبه تحبه الأم كل الناس يحبوا الحياة ولذلك عكسا لما نزعى الواحد يقولوا أنت ما عندك حياة هو العياذ بالله ربنا يسعدكم ويحفظكم يا حبايبي الحياء من خلق الإسلام أن الإنسان يحاول أن لا يؤذي الناس أن لا يضر الناس أن لا يجعل حياة الناس جحيم وشقاء بالكلمة الحلوة والحياة وعدم الأذية واحد يؤذي الناس بسيارته أين الحياء يا حبيبي يا روحي يا قلبي يا أعظم واحد في الدنيا أين الحياء وأنت قاعد تسقط على هذا بالسيارة وتأذي هذا بالسيارة وتضرب بوري وتزعج المريض وتزعج النائم واحد يسود بسيارته طريق الناس أين الحياء يا قمر يا عسل يا سكر نقول لهم كده لا يزعلوا مننا لو قلنا لهم ليش كده وعصبنا عليهم يقولوا أنت ناس بطالين وأنت ناس شريرين لا يا حبيبي أنت أحسن واحد وإحنا البطالين وإحنا الشريرين بس تخلق بخلق الحياء ولا تؤذي الناس يا حبيبي لا تؤذي الناس يا حبيبي لكي يحبك الله ويحبك الناس نتوقف هنا يا إخوتي الكرام مع هذه الحلقة الثانية من صحيح الإمام البخاري ونلتقي في اللقاء القادم دنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صحيح البخاري مع حسن شاهين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة